السلام عليكم اهلا بكم في حلقةٍ جديدة حديث القاهرة وحديث القاهرة الليلة والليلة السابقة لا حديث في القاهرة ربما يعلق عن على الحديث عن شهادة محمد حسين يعقوب امام المحكمة في قضية التي اطلق عليها اعلاميا داعش مبابا وطبعا يعني ما جرى على مدار الساعة واكثر قليلا من شهادة حسين يعقوب امام مستشار الجليل محمد الشربيني يعني حدث مهم للغاية ووقفة تاريخية شديدة ومهمة ومفصلية ولعل يعني ملايين المصريين تابعوا وادركوا حجم المأساة وجرم ما ارتكبته السلفية ممثلة في احد ممثليها ورموزها وهو محمد حسين يعقوب الرجل الذي يعني يمكن ان نقول بامانة شديدة انه كان اكثر الشخصيات اخلاصا في تأديم عار السلفين في مصر وفي العالم العربي عموما هذا العار الذي يمثله هذا الشيخ كان عارا واضحا كاملا لا فصلة فيه المؤكد انه ما قدمه حسين يعقوب هو شهادة زور هذا الرجل كذبة يعني الناس كانت محتارة طول الوقت بما فيه مؤيدوه يعني هل هذا الرجل جبان ام كذاب والحقيقة انه يبدو انه يعني يحتمل من الاثنين ومن الامرين معا ويحمل منهما وكليهما يعني انه من الكذب والجبن من الكذب والجبن لكن هنا الكذب قصة المحكمة الشهادة لله وشهادة للقانون وللعدالة وهذه شهادة عظمة كبيرة مهمة فكون الرجل يجزب يعني يجزب كذبا بينا صريحا سفيقا فاجرا ده لا يعني الا انه فعلا لعلست المستشار القاضي الجليل محمد الشيربيني يوجه الى هذا الرجل الى محمد حسين يعقوب تهمة الشهادة الزور الادلاء بالشهادة الزور او ان النيابة العامة التي احالت هذه القضية الى المحكمة تلجأ الى اتهام هذا الشيخ محمد حسين يعقوب بالشهادة الزور لانه شاهد زور ولانه كذب امام هيئة المحكمة ومن ثم امام ملايين المصريين ولكن لا يعنينا ملايين المصري فقد كذب عليهم كثيرا جدا كذب كما يتنفس هو وغيره من رموز واسماء وشيوخ السلفيين لكن ما يعنينا كذبه البين الصريح الواضح السفيق امام جلال المحكمة وجلالة العدالة مشهد مروع رجل يجذب ولا يستطيع احد ان ينكر للحظة انه يجذب طبعا بعض مريديه اكيد بيتكلموا الذين يعني عاشوا غفلة ومصرين عليها هم وكل جمهور السلفيين يعني ولاحظ يشفق على هذا الجمهور كثيرا انه في معظمه جمهور طيب يعني وفاكر ان ده باب للتدين وباب للتقرب الى الله سبحانه وتعالى وانه ده مسلك من مسالك الصالحين الى الجنة يعني انه يسلك مسالك هؤلاء القوم ويتبع يعني امرهم وفكرهم وفتاويهم كما فعل المتهم نفسه يعني اصل المحكمة دي ايه المحكمة دي تجري لمتهمين في قضية عنوانها اعلاميا داعش مبابا معنى مجموعة من شماب الاسلاميين الارهابيين في مبابا خططوا لحوادث وجرائم ارهابية واستطاع الامن المصري القبض عليهم وتقدمهم للمحكم اثناء التحقيقات التي قدمت ورفعت بعد ذلك في ملف القضية لسيد المستشار محمد الشيربيني كان هناك اعتراف من احد المتهمين بانه تلقى هذا الفكر وتأثر بالمشايخ التالية اسمائهم يعقوب وحسان والحويني والعدوي والوغيرهم لانه في غيرهم طبعا وهذا هو الصادق الوحيد في المشهد السلفي ده هو هذا المتهم كان صادقا وصريحا وقال انه الافكار دي افكار خدها اعتنقها امن بها صار عليها تأثر بها من الشيخ فلان 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 ومنهم هذا الرجل اللي اسمه يعقوب فوالجه ده السلفي الصادق الوحيد في مشهد المحكمة وانا مشفق عليه برضو على غيره من المتهمين الارهابيين دولا وهم عادي يتفرجوا على شيخ جداب يتنصل منهم ومناسبة ليست المرة الاولى في التنصل والاخوان اللي بيشنوا حملة على يعقوب قال يعني مش معاهم وقال يعني مش منهم وقال يعني مش فريقهم وقال يعني الرجل تخلى عنهم كل هذا الكذب الاشر مهم كلهم في حفلة كذب يعني حفلة كذب جميرة جدا احنا عايشين في حفلة الكذب دي بقنا اربعين سنة على فكرة حفلة الكذب التدين المخشوج ده الاخوان اللي بيهجموا يعقوب قال يعني مش منهم بل هو اقتدى بكم واقتدى برجولكم ومرشدكم الاول حسن البني مش الولاد برضو اللي قتلوا الخزندار المستشار الخزندار ومن هنا برضو بين قصين اتمنى ان تكون يعني هناك حماية وحراسة لمستشارنا الجليل محمد الشربيني لان طول الوقت ما جرى لقضاة مصر وعلى رأسهم وفي مقدمتهم من مستشار احمد الخزندار يعني ماثل امام الضمائر والعيون والقلوب نقفل القص لما اختال اتنين من الاخوان من شباب الاخوان المستشار الخزندار خرج حسن البنم متنصلا وقال لك انا معرفهمش وكانت هذه الكذبة الاولى فلما اكتشفوا ان واحد من الاثنين هو سكرتيرو الخاص رجع طلع بيان بقى وقال ايه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين يعني وتنصل منهم كذبا يا جماعة عقدتها الكذب اذا كان هما بيجذبوا على ربنا سبحانه وتعالى وبيجذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين يجذبوا عليك وعلى المحكمة وما اساسا في حالة من حالات ايمان شديد لدى السلافيين بالمناسبة انه القضاء ده قضاء باطل لانه القضاء ده لا يقيم الشراء اسلامية وانه المجتمع نفسه مجتمع جاهلي وانه الكذب امام القضاء ده ليس امرا يعني يدفع بصاحبه الى الذنب او للجرم او للحساب او للحد خالص خالص مش فاكريين محمد مرسي لما كان يقول الفتحة ايه وتفعل فتحة معك وبعدما كان يتخلى عن وعود ويعني احنا قصاد المشهد ده بوضوح عابل المرشد الاول حسن البنة في قضية الخزندار عندما تنصل من اعضاء الجماعة من قتلة الخزندار وعمالها بعد كده المرشد التاني حسن الهضبي في 65-66 لما طلع البيان الشهير الو دعاه لا قضاء ويتنصل من تنظيم 65 متاع سيد قضب اللي هو اساسا رعاه ويأيده ودفعه ودعمه يعني فكون ان الحويني هم بقى الاخوة السلافيين يقول لك عصد ده عمل المعاريض المعاريض اللي هو انت ما تقولش الحقيقة بس ما تكذبش انت متصورين انتوا على درجة من الجهل البين لدرجة ان انتوا متصورين ان شخكم ده عمل من المعاريض مندوحة الكذب انبارح معاريض ايه راجل كذب هل تعرف لا اعرف هو كذب هو يعرف فيه عشان كده برضو انا مندهش من انه احنا مع كل اصداء الشهادة وكل يعني سخب ما بعد هذه الشهادة وازعتها ما فيش تهمة للرجل بشهادة الزور الرجل شهد زورا يعني موضوع يعني ليس محل للشك لكن عموما ما اقدم عليه بجلال شديد المستشار الجليل محمد الشيربيلي باستدعاء هؤلاء محمد حسام المفترض ايضا ان يذهب الى المحاكمة او الى المحكمة باستدعاءهم والاصرار والتصميم من هيئة المحكمة على استدعاء هؤلاء كان عنوانا غاية فيه الدلالة وفي الاهمين اولا هم حاولوا ان يتهربوا فلم يسمح لهم بالتهرب ومع الامعان في محاولة التهرب سيد المستشار اصدر لهم قرار بالضبط والاحضار هيتقرض عليهم ويجيوا هنا ده معنى ايه لماذا كانت هناك ارادة وعزيمة من هيئة المحكمة على ان يأتي بهؤلاء شهودا امامه التصور انه ما جرى بالامس اجابة وفية شفية عظيمة لاقدام المحكمة واصرار المحكمة على الشهادة هؤلاء الجملة الاخيرة اللي قالها سيد المستشار محمد الشيربيني في نهاية اضلاء هذا الرجل بشهدته قال له انه كنت اتمنى انك انت عدت الجاوب تقول لا ادري ولا افتي كان اتمنى انك تتكلم وتقول علشان تنور الشباب المضحوك عليهم ده اللي كان الهدف الاسمة والرغبة من سيادة القاضي او سيادة المستشار من اجل هذه الشهادة اما الاهداف الاخرى فكانت وضع هؤلاء الشيوخ امام مسئوليتهم في هذه الجريمة الكبرى اللي اسمها الارهاب في مصر وهم شركاء والصناع لهذا الارهاب احنا مشكلتنا في السنوات الماضية وفي الحقبة اللي فاتت وحتى الان ان بعض اجهزة الدولة ومؤسسات الدولة طرف السلافيين حصنا في مواجهة الاخوان وطرف السلافية طالما ان جمهورا كبيرا من السلافية او من اسماء السلافية ومشايخهم بيدعو للدولة في الاخر بيدعو للرئيس في اخر الخضة او ما بيكلموش عن الحكومة ولا عن الدخلية فيبقوا مأمونين ويمكن استخدامهم واستغلالهم وتعامل معهم على اعتبارهم يعني فصيل يمكن انه يكسب ارض من الاخوان ويقدم الدولة كمان مش ضد الدين ونجح السلافين على فكرة في يعني الاستقرار جوه المجتمع والتغلغل فيه والتسلل الى عقله والركون الى وعي الناس وغزو مشاعرهم ومجدنهم وقدموا نفسهم باعتبارهم هذا الوجه الديني اللي الحكومة راضية عليه وبتتفق معاه وبتوافق على كلامهم مقابل انهم ناس ما بيمسكوش السلاح معنهم ارهابيين في اصل وشوهم وكل كلامهم ارهاب وزي ما ولك المشهد العظيم بتاع البارح والاصرار الجليل للجليل المستشار محمد شربيني اظهر قد ايه فضح كشف رفع الملاءة عن الجميع الكسبة الكبيرة اللي انتوا عايزين تعايشون فيها انتهت انتهت مبارح اي مؤسسة في الدولة تعتقد انها قادرة على بناء نفس التحالف القديم او التعامل بنفس غض البصر علم ما يفعله السلفيون وما يقوله السلفيون وما يخطبه السلفيون هذا امر جلل المتهم من وراء الافص افصح واوضح وقال لنا ان من يصنعه من يصنع الارهاب هم السلفيون هو الفكر السلفي مش الاخوان الاخوان الارهابيين بالصليق قبل اللحظة الاولى ناس عايزة توصل للحكم وعندها من ادوات الوصول للحكم العنف ساعة العنف والقتل ساعة القتل السلفيين افدح من ذلك جدا وما اعتبر طبعا الاخوان جماعة سلفية السلفية يا جماعة باب الارهاب يعني ايه باب الارهاب من الناحية النظرية والناحية العلمية العملية طيب خلينا بص هنا الراجل قال ايه المتهم الارهابي ده قال ايه قال انه الافكار دي اللي صنعته ارهابي ممتاز دي مهمة السلفيين صناعة الارهابي مرحلة الاعدادية والسنوية ومدخلوا في كلية الارهاب مش بس كده هما السلفيين عملوا في الارمعين سنة والخمسين سنة اللي فاتهم عملوا الاتية يا عزيزي صناعة مناخ ضد مدنية الدولة ده اول حاجة ان الدولة دي مطعون في دينها ودين شعبها ودين حكامها طعن في الدين تماما هذه دولة تطمق الشريعة ان الشريعة تصنع هذا العالم العظيم المثالي الجبير بينما انتم في ضلالكم تعمهون هو دا من اول عم حميد كشك من اول مفاتح البوابة والهويس هويس السواد الرئيس الرحل الله يرحم ويحسن إليه يعني انهر السادات وسمح لهؤلاء بالدخول إلى المشهد مسامح بمعنى الأفكار موضة طول الوقت انما رعاية حماية تحالف مع الأفكار دي سمح لهم بالتغالغل تمكينهم القضاء على كل خصومهم عشان هما يكبروا سمح لهذه الأطراف انها تمارس العنف اللفظي والكراهية المقدسة ثم العنف بالسلاح شيء بائس فبيحصل ايه حسن وعدوي وإلخ دولا إلخ إلخ ويعقوب وكده عمله صناعة المناخ ضد مدنية الدولة من باره هو يقولك احنا بدأنا من 78 صحيح بدأ من 78 بحيث انه يشكك المجتمع في نفسه وفي دين اللي هم ما لحيكون عايشين ازاي ما لحيكون مسلمين ازاي وهالمعقولة احنا ويبدأ بقى لحظة مش لحظة دوام الشك بقى انت كنتوا على فكرة بلابيس وعراية وضد وهي لازم تتحجبه انتوا كنتوا ما اعترفوش لازم تلبسوا جلابيه بقى سيارة انتوا مش ها نغير بنغير ثم تسميم المجتمع والتكفير لقباط حولونا خلال 45 سنة قضية لقباط بص كفرة لقباط مش ها فيها لقباط وانا لقباط انا مسيحية انا النصارة يحب هم يقولوا كلمة النصارة دي والتعبير ده يعني يبدو انه بيسبب انزعاج عند المسيحيين في مصر فهم بيصمموا عليه كنوع من انواع يعني الفزازة والغلزة والممحكة والمناكفة والمناكدة فيها لقباط وبيت خناء وفتنة طائفية تبدأ مع هذه اللحة فبقى وبقى اتحاجة جديدة حد سمع قبل كده عن فتنة طائفية في مصر قبل قدوم السلفيين قبل الغازو الوهابي قبل الترحيب الحكومي قبل الاستخدام الامني لهم لا مفيش من يوم 1911 المؤتمر المسيحي في مصر المؤتمر القبطي في مصر اللي هو يعني ووجه برفض شديد ثم المؤتمر وكل النعرة دي اللي الاستعمار كان حاول يفجرها فاجي المصريين في 1919 وقال لك عشر يلمع الصليب وشعار يلمع الصليب وديلي له الوطن للجميع والايدين في بعض السيس بيخطف الجامع وشيخ بيخطف الكليس كت اقطع بطريقة السينما تعالى سبعينيات مع السلفيين دخلنا فتنة طائفية تسميم المجتمع اللي عمله يعقوب وشركاه بتحقير المرأة تحقير المرأة تحقير المرأة تبضيع المرأة الخسف بحقوق المرأة تقديم المرأة كانها مرأة غواية حالة الغواية والفتنة اغاة ولازم تتحج بتتنق بتتخفي تقص في البيت يا حتا طبعا عايزة اقولك انه الاربع مشايخ اللي يعني بتكلم عنهم الارهابي وقال انه هما اثاروا وصنعوا فكرو يعني مش هقولك مين فيهم هما الاربعة طبعا بتجاوزين اربعة على زميتهم دايما اربعة ها بيتجددوا الاربعة لكنهم على زمتهم دايما الاربعة منهم واحد عنده اتنين وثلاثين ابن وابنة بس عشان تعرف النهم النهم الفج ثم تقديس الظراث هم برضه بتوع تقديس التراث السلافيين هو راجل يتساءل قال له انا حنبالي بلعتزاج شديد اقل مذهب في تاريخ الاسلام عددا وجمهورا ومعتنقين ومؤكسر مذهب في تاريخ الاسلام تشددا واصحابه مرسوا العنف من كانوا بيقلبوا بغداد نار اللي هو انصار انه الحديث ينسخ القرآن الغاء العقل لصالح النقل كل ده عمله اين السلافين عملوا عملوا اللي ساد قرب كان عايزه طول الوقت العزلة الشعورية انه المواطن في مصر يبقى سلفي فيتحول السلافين المنتمين فيه سلافين منتمين للفكرة السلافية وفيه مصريين كتير جدا ملايين سلافين ويعرفوش ليه؟ بيقولوا كلام السلافيين وفاكرين هو ده الدين ما هو ده اللي السموية جمعة في الجامعة لانهم المية خمسة وستين الف جامعة وزاوية في مصر وما سيطروا عليه ما ده اللي سمعوه في الجامعة وده النشرات اللي كانت تعبين لها الجامعات الإسلامية تاب الملخص والامتحانات والمشعار في ايه والأحاديث اللي في الآخر شغل من أول عملنا مفتوح إلى غاية معرفش غاية دولة مستمر ولا لا ما ده اللي شافوه في المدارس لانه كل الإخوان والسلافين اخترقوا كليات التربية وسيطروا على التعليم في مصر سيطروا على المدرسين في مصر وعلى القبط التعليم في مصر القبط المعلمين في مصر ده اللي شافوه ده اللي شافوه في التلفزيون حتى الأزاهرة اللي بيطلعوا في التلفزيون بقوا كلام السلافيين لان كلام السلافيين ده اللي هيودينا بقى تلفزيون السعودية وده اللي طلعنا عارف جامعة الملقرة ما هو ده الحكاية وده اللي هيدي منح سندوق ايه وجامعة ايه وده اللي هيخلينا يمولنا الجامعية الشرعية وجامعية أنصار السنة فهننوقف ضد الطيار ليه الطيار بيدفع وممول جامعية الشرعية ده السؤال حتى الان السؤال هو جمعية الشرعية دي موجودة ليه بقى ما احنا فهمنا ومعرفناش احنا يعقوب عمل ايه وحسن وغيره جمعية انصار السنة الدعوة السلفية يعني انا بسأل متى سيستدعي قضاة مصر ياسر برهامي واسماعيل المقدم ورسلان والنقيب امتى امتى يستدعوهم بقى عشان نفهم مين المجرمين في صناعة الارهاب من الذي اجرم في حق هذا البلد خد بالك انه السلفيين ما تلاقومش في معظمهم ما بيكلمكش بالقرآن ما بيكلمك بالسنة ما بيكلمكش بتفسير القرآن ما يقولكش ان الوجهات نظر ما يقولكش انها افهم متعددة ما يقولكش ان فيه فتاوى مختلفة ما يقولكش حقال اللي يقين حقيقة كانه اليقين الكامل وهو ده الدين وخد مننا الدين وخد عدنا الدين ولنهم الصوت اللي بقوا اعلى رواجا واللي بقى يتخاف منه واللي بقى متفعله فملأوا الدنيا لدرجة وقالك انه فيه مشايخ كنا نحسابهم عقلاء من خريج الازهر عاموا على عمهم او قالك اكتر اسوأ من كده فيه مشيوخ ازهر عاموا على عمهم يعني شيخ جاد الحق كان بقول بكلام سلفي لا يمط بصلة للمذهب الاشعاري ولا للشافعي اللي هو يعني شيخه وقابله الشيخ عبد حليم محمود ويعني قصة قدت اليه بقى قدت انه لا يوجد ارهابي مصري واحد لم يمر على هؤلاء المشايخ في مرحلة الاعداد والتفريخ والتأهيل دول شيوخ الارهاب شيوخ السلفيين اسمع مع بعض نشوف المقطع ده وهو بيتقال له انت سلفي فبيرد بيقول ايه يعقوب يلا نشوف عشان بس الامور تبقى بيّنة ليه ليه لانه جوهر القصة هي السلفية يعني انا طبعا مقدر جدا انه ممكن تكون مؤسسات في مصر متصورة ان الاخوان هم العدو والمجرمين وهم كذلك مش الاخوان كافراد اخوان كجماعة وفكري يعني كافراد بتتبع بعد كده بس مش في المرحلة الاولى يعني انما الحقيقة ان الخصم الحقيقي هو اللي بيملى البيت بنزين عشان اي حد بيخش يولع بالكبريت فينفجر البيت من اللي مال البيت بنزين وغاز السلفيون اللي هو الراجل ده تعالوا نشوفوه الله العاصر هو يقول بس داخلك ايه انا سلف يلا يا حج ما مقولش ايه من الاول انك سلفي يعني فهو خلاصة السلفية في الراجل ده بقى يعني وفيه المستدعين للشهادة يعني ده الفكر السلف ايه الفكر السلف اذا بقولك ايه اللي عمله زي ما اقولك هو تسميم المجتمع تسميم المجتمع بتكفيره طيب لما شوف شهادة يعقوب وشوف كلام يعقوب انا عايز اقولك الامر ليس يعقوبا فقط ها يعني الامر فيه ما هو اسوأ من ذلك بقى مش بس جيل يعقوب المستمر حتى الان واللي موجود جوه المجتمع ومتغلغ الجواء ومتمكن منه ومحمي ومحصن في جمعيات وهيئات وشخصيات مسموح لها حتى تعمل محاضرات في ال حتى الان وندوات لا فيه كمان جيل جديد من وعاز السلفية جيل بيقول نفس الهراء على فكرة لكن لابس بدلة وحيانا تيشيرت وحيانا بيكلم من جيم وبيطلع فيديوهات على اليوتيوب أو يعني حوارات أو غيره وفي نفس الوقت لا أحد يتحدث معه أو عنه ومحمي مرضي مؤمن مؤتمن ليه؟ لأنه في آخر كلامهم ما بيهاجموش الدولة ولا بيهاجم وزارة الداخلية ولا بيهاجم مؤسسات الدولة واحتمال كمان بيعلنوا تأييدهم للرئيس طيب ده آخر سطرين قبل بقى آخر سطرين اللي فوق ده كله إيه؟ نفس المنطوق السلفي الحنبل الوهابي من تكفير المجتمع عبر تكفير فئات وصفاء وناس نفس المعاي نفس المفردات نفس تحقير المرأة نفس تكفير الأقباء نفس إهانة الخصوم نفس تسميم الواقع وتسميم البلد وتسميم الشعب بالأفكار وعشان كده برضو من نقطة بالغة الأهمية الكلام على هؤلاء وإحنا بنفكك أفكارهم فبقولك لما طول الوقت طاعن في المجتمع وطول الوقت تحقير المرأة إحنا هل جاهز معنا الفيديو الخاص بالنساء وفتنة النساء بتاع الأخ يلا يعني نحضر يلا خلينا نسع عشان ماذا فعل هذا الرجل فينا وفيكم وفي البلد وما هي الأفكار التي يعني من اللحظة يقولك وإيه علاقة إنه ماعد يهز المرأة ويحقر فيها ويقدمها بضاعة جنسية بالإرهاب يا أخ بالعكس ده بعض الأحيان بقى التهاكم والدحو وهي كده يعني بينكت على المرأة وبتاعها أو ييجي حد مسؤول أو أي حد متابع الموقف يعني ولكن الرجل الرجل بيكلف الحديث ويدفع على البخاري أنتو بزودين هاوي هو إيه يعني وما فيش حاجة فيش حاجة أولا هو مش عارف إن اللي بيكلم ده سلفي وهو مش عارف إن فيه حاجة غير السلفية أصلا هو فاكر إنه السلفية دي هي الموضوع كله وإنه الكلام اللي بيقولوه السلفيين كأنك بتطعم في الدين هم ما فاهموك كده السلفيين فاهموك كده فاهموا المجتمع كله كده أقنعوا المجتمع كله كده بإنه منقشتهم وضحض أفكارهم والوقوف أمام هرقهم الفكري طعا أنا في الدين شوف وصلوا الموضوع لإيه شوف وصلونا لإيه ووصلوا بقولك بقى فكرة تحقير المجتمع وتحقير المرأة معي تعالي شوف هو بيكلم عن فتنة النساء هو ما السبيل إلى الخلاص من فتنة هؤلاء السواد يا الإرهابي الولد الشاب بقى اللي عاد قال له فتنة شوال حاجات كأنه بيكلم كأن إحنا مصر يعني عايشة في شطو عرا الشاب بقى اللي بيسمع الكلام ده يقول إيه يبقى إرهابي بعد شوية هو بقى وهو مجتمع ابن ستين في سبعين مجتمع يعني بيتراوح ما بين يترا فاجر ولا عاهر المجتمع ده يبقى أنا خصمه يبقى أنا ضده يبقى أنا كره طب أحل الموضوع إزاي هلقى فيديوهات تانية يحلها إزاي بقى وإزاي يعود إلى الخلافة ويعود إلى الشريعة ويعود إيه طب أنا عايز أعود الشاب ده عايز أعود حس إنه هو عايش في مستنقى يا عيني بلد فظيعة رهيبة طب أخرج من المجتمع ده إزاي خلاص بيت كره وعنده عزة شعورية ضده أو إن أنا آآ آآ عايز أغيره أنا مطالب بالجهاد وعايز فاعمل إيه فقوله بقى مش عندنا بقى روح حسان بقى على برهامي على العنم دي على يا عقوب مش عندنا بقى يلا الباب اللي جنبي هنا تعرف الباب المكتب اللي جنبي الشباك اللي ورايا ده الشباك ده بقى خش على بن لادن خش على آيمن الظاهري بقى عندي الشباك ده فييجي ييجي يقولك أنا مليء طبعا يكذب ويكذبون السلافيون يعني ويقولك إحنا ملاش دعوة بالسياسة وملاش دعوة يا راجل أنت بتصنع الإرهاب وساعة الجد تعالى شوفه هو نفسه يعقوب الذي كذب أمام المحكمة في شهادة زور وهو بيقول إنه ما يعرفش ما يعرفش هنتكلم في النقطة دي يؤتي خليه بقى اسمعه هو بيكلم عن مرسي هو بيكلمه عن حزم صاحب اسماعيل نقف عند حكاية حزم صاحب اسماعيل بالنسبة له يا شيخ اللي قلت لا أدري لا أفهم والله أنا جار تعالوا شوف الحقيقة سؤال 24 بيوجهه السيادة القاضي السيادة المستشار محمد الشربيني بيقوله جماعات الإرهابية تقول إن مصر لا تنفذ الشريعة الإسلامية فبيرد هذا الشيخ يرد ويقول هذا الكلام خطأ شكلا ومضمونا كذاب ولا مش كذاب مش هادة زور ولا مش هادة زور وهو بيقول نفس كلام الجماعة الإرهابية ونفس كلام الجماعات الإرهابية وهو إرهابي كمثلهم تماما وهو ما مسكش سلاح بس الودي اللي في القفص ده اللي كان عايز يعمل عملية إرهابية أو عملها أرجل وأكثر احتراما من هذا الإرهابي لأنه إرهابي كذاب لا خطأ شكلا وموضوع يا سلاح وفيديوهاتك اللي بتقولها دي طيب تعال شوف كمان حاجة مزهنة في السؤال رقم تاته وعشرين سلاحة وستشار بيسأله ما حكم الانضمام إلا الجماعات الإرهابية فبيقول أنا لا أدري لأنني لا أستطيع أن أحكم عليهم بأن ما يفعلوه طبعا ما يفعلوه بأن ما يفعلوه صحة أم خطأ نعم نعم يا معقوب الجماعات الإرهابية والجماعات الإرهابية مش عارف بتحكم عليها بتأمل صحة ولا غلط أنا آسف معلش وحيات والدك الشيخ يا عقوب ده رأيك إن الجماعات الإرهابية أنت مش عارف يا عين محتار قلبك وكلك ضميرك شغلك عقلك واخدك مش عارف الجماعات الإرهابية ما يفعلوه صحة أم خطأ مش قادر تحكم عليهم عايز أعرف بس الناس الناس كان بتقعد مع الناس دي إزاي يعني لما يبعدوا يتفهم معهم بالاتفاة بتاع الإخوان وحشين وانت وعزبكم وإيه كان بتفهم إزاي وكانوا يسوبوه يخرج بعشرات ومئات من الناس يكادوا يحملوه يحملوا سيارته هو داخل الجامعة وخارج من الجامعة في مبابة يصدر الإرهاب والعالي يسمعه في مبابة فيبقوا داعش وهو يروح بيتهم ودلوقتي لما المحكمة بتسألوا تقولوا ما حكم للنضمار الجامعة الإرهابية يقول أنا لا أدري لأنني لا أستطيع أن أحكم عليهم بدأ ما يفعلوه صحة أم خطأ برضو يعني حاجة في منتغل عجب راجل مش عارف الإرهاب حلو ولا وحش يا جماعة بيننا من لا يستطيع أن يحكم هل الإرهاب صح ولا غلط يبقى إيه ده يبقى إيه شغلته على المدفع هو أنتوا بتقولوا أنه كلامه يزعل الإرهابيين ويتقمسوا منه أنه إزاي ما قالش الشريعة وما قالش إيه ده الراجل راحل محكمة يقول أنا معرفش الإرهاب صح ولا غلط لا هذا أمر يفوق الوصف والسكوت عليه مهزلة يعني السكوت عليه فعلا مهزلة السكوت الشعبي الجماهيري الحكومي على بقاء مثل هؤلاء بأفكارهم بجمعيتهم بخطبهم بفيديوهاتهم بتلاميزهم بالدعاء التلاميز بتوعهم بشبابهم اللي بيطلع بتشيرتات دلوقتي مش بجلاليب وديقون بيضة وعملين كلبزات دول هم دي دي بسكوت تواطق يؤسفني إن أنا أقول دولما أن يقضني الانفعال يعني والاندفاع إلى ما لا يحمد عقباه إن هذا تواطق فورا الاستمرار فيه يعني تواطق وتواطق عمد مع صبت الإصابة والترصد لأنه كمان لما الراجل يقول تأسيمة مهمة جدا مقدمها في شهادته مهمة يعقوب وحسان والحويني تعالوا نشوف تأثر الشباب وعن أخاط بالعوام وحتى كلامه عن الشعب والناس باعتبرهم العوام كلام بالموضوع العوام دولة يعني ده كاترة ومهندسين اللي هم مش فاهمين في الدين حاجة ويروحوا يسمعوا الخطب دي ويشتعلوا بها حماسا ويجوا بقى ويزعلوا منك ويطئمسوا عشان أنت بتقولوا وبتاع ده الأخ معتبركم عوام على قلل إحنا معتبرينكم إخوانا وأهلينا ومنحاول ننور ونقول ونخطب العقول الأخ فكركم عوام ده ماء كده تحت هو بينزل عقله الراجح بعتبر راجل طبعا دبلوم معلمين فيعني دي حاجة يعني مؤهل ينافس مؤهلات طاع حسين وهو بينز أو بنسبة دبلوم معلمين ده حسن البنة برضو اللي هب بالدنيا دي كله على دماغنة وبيتنازل الراجل بين عليائه وبيشرح للعوام تعالوا يشوفوا الفيديو ده شفتوا؟ خدتوا بالكم للحكاية هي مدارس أصلها أنت بتبقى في الابتداء وبعدين الإعداد وبعدين تطلع للسنة وبعدين ألف مبروك مكتب التنسيق والداكر كلية الإرهاب يعني ساعتا بقى تقدر تبسك سلاح وتقتل وتفخخ لأنك أنت امتلأت وأشبعت وتعلمت واستوعبت تعاليم هؤلاء إيش حويني على حسان على عقوب على مقدم على سيد عب عظيم على برهامي ألح أجدع على رسلان طبعا هيجي يقولك البعض يقولك السلفية لا فيه سلفية مش جهة هنتكلف الموضوع هذا بقتي سريعا عشان وقت لا يداهمنا نحن عندنا قضية شديدة الأهمية صد النهضة وحوارنا مع أستاذنا وخبرنا الكبير دكتور نايدر نور الدين عقب هذه الفقرة ومن ثم نحاول أن نلخص ونكثب في يلقاء هذا الضوء أو على الإجابة الجميلة اللي قالها هذا الرجل فيما يخص أنا مهمية العوام وحسان مهمية الملتزمين ورضو فيه تعبيرات بانتلازين زرعوها في هذا الوطن وبادعت تتردد في الآدان وتتقالك إنها حاجة عادية غير تغيير جمل حياة نحن يعني الجمل اليومية بتاعتنا تغيرت لهم كمان دخلوا مصطلحات فيبدأ يقول لك يعني سأل بحكاية تحقير المرأة يجي أي شاب ابنة بقى ومش محجبة والترضى أيها الأب الوالد أن تكون ابنتك متبرجة سافرة وتكون كالديوث إهانة للرجل وانتقص من قدره من قدره ومن مكانته ومن أدبه ومن دينه لمجرد أن هذا الرجل الكاذب يروج هو وغيره أنه ديوث على اعتبار بقى يعني تفريد في الأرض وفي الشرف وكأنه مصر ده برضو يعني خلينا ننتبه لما هو يقول ده عن والد البنت غير المحجبة كأنه بيقول أن مصر عاشت ديوث ساعتك أنا آسف يعني الأباء كلهم كل السنين اللي فاتت دي اللي ما كانش فيها حجاب فتعمل تلقي رملا رماضا أسود على كل ذمن وتاريخ وشرف مصر وعظمة الرجل المصري والأب المصري والأخ المصري والزوج المصري وتدينه على طول فتعمل قطيعة مع تاريخك الاجتماعي ومع أهلك ومع ناسك ده اللي بيحصل من السلفين وكل يوم كل يوم في كل حتة وفي كل ما يطلعو لك بالتلاجة فأنت على طول بتتشبع بكل ده دلوقتي هو قال لك هو رجل بوضوح تقسمته هو عوام هو يسرح بالناس الغلابة اللي ما بتراش ومش عارف حاجة وأخونا حسان العالب اللي رب ادقناها ولبس الجلالين بيضق سيارة وبتاع وبنطلون باكستاني واعتبرت ده الزيل الإسلامي شايف جابوا منه ده يعني ان ده الزيل الإسلامي يعني طبعا من حالة أفغانستان والحويني قصوا بتاع طلاب العلم اللي هو هنا بقى افتح لموضوع العلم برضه هم بذلوا مجهود جبار انه يختصروا كلمة العلماء على علماء متخصصين في الشأن الديني ومش كل المتخصص في الشأن الديني وعلماء يا رجل ده مش عالم ولا حويني اللي بقولوا عليه هو التلمز على الألباني ولا تعبير العالم ده تعبير رخيص كده يتم التدول وبينهم ببساطة العالم مش بس في العلم الديني في كل العلوم العالم ده المجدد اللي بيقدم حاجة إضافة للعلم العالم دولها اعادة انتاج دولها أقصى مدرسين بما فيهم حملت الدكتوراه منهم دولها في الآخر عادة انتاج مدرسين ممكن يكون مدرس شاطر ممكن مدرس بليد لكن يعني مدرس ومهنة عظيمة بالمناسبة التدريس دي مش حاجة قليلة يعني أشرف المهن لكن مدرس مش عالم أنا الراجل اللي بيدرسلي آآ رياضيات في المدرسة ده ده له لا ما كنتش عاببا مهندس إنه هو مش عالم في الرياضيات فدولها مش علماء تجي تكلمهم وليك هو لحوم العلماء مسمومة عشان تقفش تناقش هذا الرجل ولا تكشفه ولا تقول حقيقته هو وأمثاله إلا في مشهد بقى درامي تاريخي زي مشهد المحكمة دي حيث تعرى هو من حيائه وقدم نفسه حقيقة للناس إنما انتي جي تتكلم تناقش هؤلاء وليك العلماء تعبير يتريب في وشك ولحوم العلماء مسمومة ويقنع العوام إنه دوله علماء وهم في الآخر لما يتسيل يقول له انتقاريت حي يقول له أنا مره أنا مش معاكم على فكر أنا جاي من هناك هو فيه مين هنا يعني حاجة بائسة يعني وبقول لك الراجل لم يتورع عن إنه يحدث بيمينه بالقسم اللي قيله لأنه مستهيخ ومستهدر بالقسم ومش شايفه حاجة شرعية ومش شايف ده قضاء شرعي ولا شايف ده حكم إيه ولا لا لا مياقينه عشان كده ومتالي استخدر يقول له تعرف إيه عن السلفات تكفيري ولك ما عرفش السلفات السلفات والتكفيري تكفيري الراجل بيسأل عن الطائفة الممتنعة يقول لك عن الفئة الممتنعة يقول لك ما عرفش إيه الفئة الممتنعة بقى أنت ما تعرفش يا طبقا الناس طبعا واضح جدا يعني الناس ترعي كذاب صعب أنك ما تعرفش أنه أي حد ما عدي في الشارع عارف في شارع يعني البحث والقراءة يعني الخاصة بالإسلاميات عارف إيه الطائفة الممتنعة وعارف إيه السلفات تكفيري والشويتين بقى اللي بعملوها علينا إن أنواع السلفية بقى إحنا عندنا السلفية العلمية وأصل أبو صحاق الحويني وبرهامي وعقوب وحسان مناسبة بس عشان ناس ما تصدمش لما يجي يشهد محمد حسان هيقوله إنه خليج معهد لاسلكي واخد بكاروسي إعلام من جمع من التعليم المفتوح من الجمع المفتوح عشان برضو الناس مت تصدم ده معلمين أو التاني معهد لسلكي العلاقة اللي سلكي بالله حصل بيخطب كويس يعني يعلاقته يعني فيقولك بقى إيه السلفية العلمية ويقولك لا 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 ما لاش دعوه بقى بالسلفية الجهادية التكفيرية دول ناس بكفرتية يعني السلفية العلمية دي بقولك الألباني بقى واخونا آآ آآ بنباز وحسان على كله بحسن برهامي بقى كله عا تفكر نفسه اللي هم الخطباء دول يعني بسمين نفسهم السلفية العلمية بكلهم السلفية كعلم أما بقى السلفية التكفيرية بقى بتاعت ساد قطب بقى دي وبتاعت آآ آآ عبسلام فارق بقى والعلم دي وبالله دي لا 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 دي وحشة دي كخة دي السلفية التكفيرية الوحشة دي وفيها فيه السلفية التانية بقى الجميع المتقلية الجميلة دي لم يجدعوا بالحكام يعني هم يقولوا نفس الأراء ونفس الأفكار بس الحاكم وليه الامر نطيعه ولو ضربنا بالبتاع وطاعة الحكام مقدمة وطاعة وليه الامر مقدمة الحكومات في العالم العرب يحبوهم اوي جماعة بتوعى السلفين الجميع او السلفين المدخلية لهم عندنا بقى طقم رسلان على النقيب على كل ده بقى حبوهم جدا محمود عامر وبتاعي طلعوا لانهم ساعة الجد تطلع فتوى يشتفيها المعارضة ويهاجمها وبتاع لانه وليه الامر فبالحبوهم اوي كلها فروق وهمية كلهم بقولوا نفس الافكار على فكرة الفرق بس يعني نموتك بسم ولا تحب تقتل بسكينة ولا ايه رأيك في الرصاص دراج بالرصاص ده الفروق بين السلفيات التلاتة اللي هم اقسموها البعض يعني اسألهم كلهم عن موحي الدين ابن عربي اسألهم عن طاحسين اسألهم عن فرق فودا اسألهم عن نصر ابو زيد اسألهم عن نوال السعداوي اسألهم حتى عن عالي عبد الرازق ايجابتهم واحدة اسألهم عن الخلافة عن الشريعة عن الردة عن البخاري كل ايجابتهم واحدة هتقول لي الله طيب هو ده الاسلام لا يا عزيزي دي السلفية اسلام ايه وانت لو سألت الامام محمد عبده كتبه وفتاويه ومقالاته ودراساته عن اه اه اتعدد الازواج اتعدد الزوجات هيقولك ببساطة انه لا مرفوضة شريعة يعني لما تسأل الامام محمد عبده عن البخاري هيقولك كلام من اللي ما اتقال دلوقتي السلفية دولة اه يريدون ان يهدوم البخاري لأنهم يريدون ان يهدوم الاسلام هما هي قضيتهم البخاري مش قضيتهم البخاري والماذا الراجل عالم جليل البخاري ده ومجتد عظيم وعمل جهد جبار في حياته طبعا البعض بيقول لي ما فيش بخاري اصلا لكن معلش يعني ده كتابات في التاريخ صعب عليهم شوي يعني ان حد يطلع ينفي ايساسا وجود نص اسمه نص الكتاب البخاري مش مهم ده كلام صعب عليهم شوي صعب على السفيج جدا يموتهم يعني لكن مش ده موضوعنا انما موضوعنا ان احنا لو قرينا وتتبعنا مزاهب الاخرى غير السلفية هلهم بينقشوا الاحاديث بالعقل ويقولون ان الحديث ده ما يصحش عقلا ويتنقض مع القرآن كلام فيصح ان احنا نتكلف الاحاديث لا السلفين لا اللي هما بقى ايه الهجم الشريس اللي هو حتى وقال لك ناس مش محسومين على السلفين بيسؤولوا نفس كلام السلفين لانه خاصة ما كلهم بيقولوا نفس الكلام المحصلة اننا لابد ان نتحرك فورا الشهادة دي اطلقت نورا وصنعت طاقة عظيمة لهذا الشعب ان يرى ان التخلص من مثل هذه الافكار واصحابها وجمعيتها وطياراتها واحزابها اللي خدوا نصيب في البرلمان ضروري وحتمي وبشكل جزري وبشكل ثوري من هذه اللحظة ليه لانه بدى واضحا للجميع عيانا بيانا حقا ونصا قدام الناس كلها ان السلفية تصنع الارهاب وان هذا الرجل الذي كان جالسا على مقعده في شهادة المحكمة هو الذي صنع هذا الرجل الشاب اللي وراء الافص الارهابي وهذه بضاعتهم من تلك وانه انا لمصر الحقيقة في الوقت ده ان احنا يعني نتحرر من الاحتلال السلفي الى الفاصل اذا عدنا دعوني ارحب بضيف الكبير خبرنا الكبير خبرنا النادر دكتور نادر نور الدين اهلا بك يا دكتور اهلا اشكرا الاراضي والمياه بجمعة القاهرة واحد من خبراءنا الاهم في مجال المياه وده فرصة ان احنا بعد غياب عن اللقاءات طويلا وانه تكون غيابات عن المحبة ابدا ابدا خلينا ابدأ بحادث سياسي على الاقل هو يستحق الانطلاق منه لانه لبعده الكبير برضو وزارة الخارجية العرب بدعوة من مجلس الجمع الدول العربية بيجتمعوا في قطر وحتى للمقر الاجتماع دلالته ايضا نعم على اجماع عربي من كل الاطراف في موقف يصدر وبيان يصدر وزارة الخارجية العرب في توصيات كثيرة فيها ما هو واضح اقرب الى الادانة للموقف يعني الاثيوبي فضلا على لأول مرة الدعوة مجلس الامن لتحمل مسؤوليات في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق عملية تفاوضية فعالة وما الى ذلك من بنود طرح البيان كيف يرى دكتور نادر نور الدين هذا البيان باعتباره جزء من المشهد السياسي ولا البيان يعني يضيف ولكنه لا يغير كثيرا لا هو البيان ممتاز وانا كنت متوقعه بل وشاركت فيه كمان لانه انا كتبت للسفير حسام زكي مساعد الامين العام لجمال الدولة العربية حذرته ونبهته الى نقطة مهمة ما تخلوش الوضع يظهر على انه تأييد عربي امام دولة افريقية انما هو تأييد جماعة الدول العربية بشقيها الاسياوي والافريقي احنا نصينا في قارة اسيا بالتقريب ونصينا في قارة افريقيا هو دعم من جماعة الدول العربية لدولتين في قارة افريقيا امام اثيوبيا نظير التعنت ومفاوضات عقيمة لمدة تجاوزت العشر سنوات دون ان نصل الى اي نتائج وان هناك محاولة لفرض سياسة الامر الواقع وانكار للحقوق المصرية السودانية في حقها في مياه النيل والاستلاء على مياه النيل الازرق كاملة وعدم التعهد او اعطاء طمأنينة لمصر والسودان بعدم الضرر وان ما تعودت على استلامه من مياه النيل الازرق المقام عليه السد الاسيوبي لن يتغير بعد بناء النيل الازرق وده كان نصرح به من الزناوي زمان اول ما جاء مصر سنة 2011 وقال ده سد لتوليد الكهرباء وان اسيوبيا لن تحصل على كوب واحد من المياه وكل ده بعد كده تلع انه غير صحيح على الاطلاق لانه كل شوية بلعوة فاحنا بقلنا اكتر من عشر سنوات بنفاوض فانا خشيت من حاجة واحدة ده صاحب فكرة وضع سد النهضة بيقول اي فصل جديد في العلاقات المصرية لن تستفيد اسيوبيا بقطرة مياه اضافية من سد الالفية الهدف توليد الكهرباء ملتزمين باتفاقية عدم الاضرار بتاع التلاتة والتسعين اذا هو تعهد بعدم خصم اي مياه لكن بعد ان استتبت الامور بدأ يطالبوا بحصة من المياه بدأوا طيب طمنون النيل الازرق ده بشارك في مية نهر النيل بتسعة واربعين مليار بعد بناء السد حيبقوا كامل تسعة واربعين دول يعني خلي بقى الحدودك وانا بتكلم عن نيل الازرق ده مش نهر النيل ده فرع من اربع فروع بمثله نهر النيل صحيح هو الفرع الاجبر اللي بيجيب ستين في المية من اجمال مياه نهر النيل انما هو فرع من اربع فروع وكامل حسيتنا احنا حسيتنا من الاربع فروع كلها خمسة وخمسين ونص مليار النيل الازرق منه مادية النيل الازرق بيجيب تسعة وخمسين لنا احنا والسودان اه فاذا قلنا ان هو ستين في المية من مية نهر النيل يبقى اه اربعين في المية لمصر وعشرين للسودان لان احنا بنقسم مية النيل بنسبة التلت والتلتين يعني اذا مش كل مية النيل الازرق راح جاية لمصر بس لا ده جزء رايح للسودان وجزء رايح لمصر النيل الأزرق مش هو نهر النيل مش هو النيل الموحد هو فرع من أربع فروع فما ننساش أن الثلاث فروع التانيين النيل الأبيض مثلا بيجيب 13 مليار نهري عطبرة والصبات بيجيبه 22 قالي عندك نحو 35 مليار لن يمسه وبالتالي أنا لما أتكلم على النيل الأزرق أبقى أخد بالي أن أنا أتكلم عن الفرع الأكبر من روافض نهر النيل ولكن أنه لنا حقوق مائية تعودنا عبر ألاف السنين بنينا حياتنا على أن أنا بستقبل 50 مليار من النيل الأزرق ما تجيش بقى فجأة تقطع عني المية أو تقطع عني جزء كبير من المية وتعمل لي صدمة مائية وأنا أصلا دولة شوح مائي وبعدين نقول لك تدينا طمأنينة أنك هتضمن لنا كمية مية أو حد أدنى من المية بعد بناء السد تقول لأ ما فيش حد أدنى ما فيش مية طب أنتوا بتقولوا ده سد كهرابة ترى ما سد كهرابة يعني المية بتنزل على التروبين تدور وتمشي على مصر طيب هم مش عايز تضملي ليه يبقى إذا أنت لك أغراض أخرى أو أغراض خبيثة فمن هنا بقالنا عشر سنين مش عارفين نتفق معهم من كتر الملاوعة اللي هم ملاعوها فأنا اتكلمت مع السفير حسام زاكي مساعد الأمين العام قلت له من فضلك خدوا بالك أو انتبهوا وانتوا بتطلعوا البيان أنه ما يكونش يظهر أمام المجتمع الأفريقي على أنه جامعة الدول العربية عرب ضد أفريق عشان أسيوبيا شطرة في المجال ده بتروح تستسرخ الحقونة يا أفريق العرب وقفة ضدنا لا ده احنا دولتين أفريقيتين ضد دولة أفريقية وبالتالي هنا البيان يكون متوازن وده اللي حصل فعلا أنه جامعة الدول العربية بتدعم مصر والسودان الأفريقيتان في مفاوضاتها المطولة التي لم تصمر على شيء ولم تعطي أسيوبيا طمأنينة وطبعا ذلك أشارت كمان مكان إنعقاد المؤدمر في قطر بعد قطيعة طويلة وعداء وسحب السفير ما عربي على هذا الملف وعلى الوقوف مع مصر والسودان لكن بيان يكمل في الضغط السياسي ويعمل سند لمصر والسودان في الملف لكن من الناحية بقى دي النحية السياسية من الناحية الفنية بقى ومن ناحية التأثير المباشر ظهر في الفترة الأخيرة دراسة للدكتور عصام حجي العالم المصري وطرحها ضمن شراكة علمية مع أكثر من جهة وقدمها وبدى وكأنه هذه الدراسة كانت تقدم حقائق مفزعة جدا عن مصير المياه في مصر إن تم مشروع سد النهضة على النحو الذي تريده أثيوبيا الدراسة أخدها طبعا فصيل الإخوان وتعامل معها لأنه يعني انتصار رهيب مروع وهزيمة منكرة لمصر والدولة المصرية أو للنظام المصري في تصورهم فأنا عايز أفصل السياسة عن العلم في الدراسة دي عايز ألجأ إلى حضرتك نحن ناقش هذه الدراسة ونفند ما قدمته كمعلومات علمية من عدمها والاستغلال والاستخدام السياسي ده موضوع يعني شأن آخر نعم هو قبل ما نترك الموضوع بتاع جمعات الدولة العربية والدعم السياسي علق وزير الخارجية الإسيوبي اليوم بأنه استنكر البيان معناه أنه هو وجعهم طلع بيان طبعا وأنه ده معناه أنه وجعهم وأنه الموقف العربي أصبح قوي ولكن كنت أتمنى أنه الموقف ده يكتمل بأن الدول العربية وعلى الأخص الدول الخالجية تمارس ضغطا على إثيوبيا لأن الاستثمارات العربية في إثيوبيا تقارب من العشرين مليار دولار بيستثمر هناك على الترتيب المملكة العربية السعودية كأكبر مستثمر منهم واحد بس الشيخ العمودي اتنين مليار دولار في مصانع عسل بس هنا شفنا الوزير السعودي المسؤول عن العلاقات الأفريقية السفير أحمد القطان وهو بيزور أثيوبيا في اليوم التالي للقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس سيسي في شرم الشيخ يعني برضو يبدو أنه تمت تحركا عربيا سعوديا في هذا الإطار ما شكرا أبو أنا أقول لك أنه كنا نرجو أن هذا البيان يصاحبه أنه وعد من الدول الخالجية على وجه الخصوص سعودية رقم واحد دولة الإمارات العربية رقم اثنين الكويت وخطر رقم ثلاثة واربعة على الترتيب ودول إجمالي استثماراتهم يطرب من العشرين مليار دولار وبالتالي ممارس الضغوط على أثيوبيا في إيدهم إنه يقدروا لو عايزين نوصل لاتفاق نقدر نوصل إنما كل ما نفتح الموضوع ده معهم يقول لك لنا مصالح في أثيوبيا دي مشكلتكو معين إحنا بنا وبن بعد معهد الدفاع مشترك وبالتالي نحن نطمعنين في موقف كده الأمن القوم المصري هيأثر على أمن فيصل اللي هو التلويح بسلاح البترول علشان موقف في أكتوبر لا واستخدمه في أربع تلاتة وسبعين عندما ضغط على العالم وعرف للعالم إن العرب قوة وده هنرجع له بعد كده إنه لازم العالم حيث كمان كان فيه عائد اقتصادي مروع لأنه طبعا انفجار في أسعار البترول صحيح هم استفادوا هدت إلى ثروة هائلة للسعوب العربية بس للحقيقة هم مخططوش لأنهم هنستفيدوا بعد كده هو الأول موقف قوي مساند لمصر ثم تبعه إنه هذا الشح البترولي نتج عنه ارتفاع أسعار البترول وإدراك العرب ثم إدراك العالم إنه السلح مبار وسلع البيرة وبعدها بدأ بقى تطوير الوقود الحيوي وبدأ للبترول ومش عارف إيه عشان ما نفضلش عبيد للعرب طول عمرنا فده الجزء كنت أتمنى أن يتبع القرار دعوة للدول التي تستشمر في إسيوبيا لممارسة الضغوط أو التوسط على الأقل ما بين الموقف المصر السوداني والموقف الإسيوبي وهم قادرون إذا أرادوا أن نصل إلى حلول كنا قدرنا نصل لها من خمس سنين فاتت وعلى الأخص المملكة والإمارات على وجه الخصوص ده الجزء الأول الجزء بقى بتاع بحث الدكتور عصام حجي حدق أنت أطلقت عليه أطلقت بالأصاح دراسة أكبر منها بحث يعني ده إحنا بنسميه في البحث العلمي بحث مرجعي بحث مرجعي يعني إيه يعني بحث مكتبي معمول على المكتب سواء المكتب بتاع البيت بتاع الجامعة المهم أنه هو إيه ما فهوش عملي ما خدتش عينات لم أنتقل للزيارة إلى إسيوبيا وعينت السد وخدت تصوير وخدت عينات ثم تقابلت مع الجانب الإسيوبي وحصلت منه على وصائق الملء والتشغيل وما بعد التشغيل ثم انتقلت إلى الجانب السوداني وأيضا أخذت عينات وتقابلت مع المسؤولين وحصلت منهم على مخاوفهم والجانب ده لم يحدث وكوش رحلهم بس منتج وصله لكن ده بحث بيانات ودراسات يعني إيه مش بحث عمل عشان هاوصل منه النقطة مهمة أوي ولا كمان بحث يعني أجرى محاكاة للسد الإسيوبي إنه مثلا أقام محاكاة للسد وبعدين لما تنقص المياه دي عملناها فندس القاهرة على فكرة من أكتر من سبع سنين إنه لما المياه تنقص قد كده يبقى مصر هتتضرر والسودان قد كده وبعدين وبعدين يجي يبقى إذن إنه ده بحث مكتبي أنا بعمله أنا قاعد في المكتب لابس البيجامع لابس الأميس والبنطرون ومكتبي في الجامعة مكتبي في البيت ليه بقى تحتاج دعم من هيئة المعونة القطرية لتنفيذ هذا البحث المكتبي اللي احنا بنسميه بحث مرجعي لأنه هو في الآخر كاتب إنه هذا البحث ممول من هيئة المعونة القطرية وموجه لها الشكر إذن أنت مكلف بإجراء هذا الوحث وقت أن كانت هناك قطيعة كاملة بين مصر وقطر وكان على مستوى سحب السفير ووقف التجارة ووقف الطيران وكل حاجة إذن دولتين في حالة عداء أو خصومة سياسية أو خصومة قوية لأنه كانت وصلت إلى حد كبير في دعم كل دولة بتدعم أعداء الطرف التاني ووزير الخارجية والأمير الزارو أسيوبيا يعني كانت خصومة قوية ما كانتش بسيطة واللي استلزمت القطيعة قبلها يعني دعمها للجماعات اللي ضد مصر وغير وغير إذن أنه أنت مكلف في إجراء هذه الدراسة مش مش أنت كباحث ضميرك الأكاديمي مكلف وممول لهذه الدراسة إذن اترفعت السماعة واتقالت لك يا دكتور عصام عايزينك تعمل دراسة عن أضرار السد على لا نعرفش اترفعت السماعة ولا لا بس نعرفه أنها متمولة منها فبصرف النظر هو اللي رفع السماعة بقى من اللي رفعها هو كمان كان في عدة زيارات وأقام عدة حوارات في قناة الجزيرة مباشر والجزيرة العادية بالإضافة طبعا إلى قنوات الإخوان اللي بدأ يرمي نفسه فيها وهاي يرمي دولة عربية صديقة جميلة حبيبة آه بس في الواقع ووليته ومتعاول معها علميا وأنا في العلم ما عنديش مشكلة في أي أتعاول مع الجميع وكده ردود من النوع لكن هو ظهوره في الجزيرة مباشر والجزيرة وقنوات مكملين والشروق هو له موقف سياسي معرض للدعمة المصرية لا هو مش موقف سياسي هو موقف داعم لجماعات معينة تمام آه هو موقف داعم داوصيف 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 موقف داعم لجماعة معينة وبالتالي إذن هو له اتجاه وتم تكليفه بإجراء هذه الدراسة طيب إنت الوقت بنعمل تداعيات السد دا على مصر طب ليه مش على مصر والسودان هي مصر بس اللي حتتضرر ولا السودان قابلينا حتتضرر طيب إذن لأن قطر وقتها كانت على خلافات عميقة مع مصر مش على خلافات مع السودان فما تجيبش سيرت السودان وركز على مصر فعشان كده البحث يعني اجتمل على مخالفات عديدة وإنه هو مش بحث الحقيقة هو دراسة ممولة لها اتجاه سياسي أكتر منها علمي لأنه هو الغرض منها زي ما حاك تفضلت إن الجماعات الإخوان تمسك هذا الملف وإنه إن القيادة السياسية محاولة التشهير في مصر محاولة للتشنيع بالقيادة السياسية وأن تداعيات السد أكتر كتير ما أنتم متصورين وإن ده أدي هو عالم مصري طب ما العالم المصري ده نفسه كان مساعد الرئيس الجمهورية لشؤون البحث العلمي عام 2012 أيام الرئيس المؤقت عدل منصور مستشار عدل منصور طب ما أنتم قلتش الكلام ده وعملت الدرسات دي أيامها ليه ليه استنين الصورة ما اكتملتش مش أولوياته لكن ده منحيس الشكل حضرتك قلت أنه فيه شك عميق في نية الدراسة وأنه هي ممولة من جهة مخاصمة كانت على قطيعة مع دولة أخرى وبالتالي تم تكليفه بإجراء هذه في شوبة التوجه والإملاق والتمويل وأن مصر تستطيع أن توقف نشر هذا البحث وأنها تخاطب المجلة هو لسه ما تنشرش على فكرة وده برضو من ضمن الحاجات اللي حقول لك أسبابها إيه؟ طب يقول إنه جاء محكمة لا هو البحث أكسبتد يعني مقبول للنشر ولم ينشر بعد إذن ليه نشره دلوقتي؟ لأن دي آخر فرصة لنشره لأن التوافق المصري القطري ماشي على قدم وصاق وإمكان حتى قبل قبل الاجتماع بتاع وزراء الخارج العرب بالضبط وقد يأتي أمير قطر قريبا إلى مصر وقد يذهب الرئيس عفتاح السيسي إلى قطر إذن دي الفرصة الأخيرة فإلحق فعشان كده بمجرد ما خد موافقة على النشر نشره على صفحته ونشره وقادي الموافقة على النشر وقادي البحث خلي بالك أنا كمحكم دولي بقى لي 41 سنة عادة كل الأبحاث اللي اتعاملت على سد النهضة أضرارة على المصاب يبعتوها لباحث أو عالم من دولة المصاب فغالبا بتجي لي أبحاث كتير ولسه الأسبوع اللي فات بحث من أستراليا وبحث من اليابان وبحث الجوري عشان أقيمهم فبدي الموافقة على النشر مشروطة بقول أن موافقة على النشر بشرط إجراء تغييرات جذرية وعميقة أو موافقة بعد إجراء تعديلات متوسطة أو موافقة على النشر كما هو فإذن هو كمان ما قالش الموافقة على النشر كاملة وأنه لسه هيعمل عليها تعديلات جذرية تبقى للمحاكمين لأنه لم ينشر ثانيا أنه برضو كان من الخبص أنه بيحطك في وضع إيه أن أنت لو دفعت عن الكلام اللي هو عامله كأنك بتدفع على سد النهض مش كأنك بتدفع عن التداعيات اللي على مصر لأن أنت دلوقتي محطوط في مجال أنه بيقولك ده السد ده هيعمل وهيعمل وبيبالغ جدا لأن زي ملتحة داك تتلمش للدراجاتي فتبدو كأنك محمي عن سد النهض بتخفف من أضراره إذن يبقى أدي المصريين هم بدافع عن سد النهض أنا بدافع عن بحط الأضرار الحقيقية في مكانها إذن هذه الدراسة مكانها مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية وليس ينشر كبحث محكم داودي لأنه لا يكتسب مصدقية البحث الداودي ترام بحث مرجعي وترام أنت لا سفرت ولا دفعت نفقات تكاليف صفر ولا تكاليف عينات ولا تكاليف إقامة بتاخد تمويل ليه بحث بعمله وأنا لابس البجامة في البيت أو قاعد على مكتبي في الجامعة ثانيا أنت ليه بتزج هم ثلاث بحثين مصريين واحد في جامعة جنوب كاليفورني اللي هو انتقل لها الدكتور عصام وواحد تاني في جامعة جنبها على طول اسمها جامعة بسالين لأنه درست في جامعة جنوب كاليفورنيا وعادت سنة والتالت في جامعة في نيويورك إذن ثلاث مصريين بينهم اتصالات هم اللي عملوا بتزج لبقى وتقول أن هذا البحث قامت به جامعة كاليفورنيا بالإضافة إلى جامعة كولونيل وجامعة مشاء لا يا سيد نزميلك لا يا سيد ده البحث ده قام به عصام حجي وبطالب وعسوي هم اللي عملوه يعني أنا دلوقتي لما أعمل دراسة عن سد النهضة وأنا ليه سبع دراسات منشورة في ألمانيا عن سد النهضة ما تقدرش تقول أن الدراسة دي خاصة بجامعة القاهرة لكن بتقول عليها عملها باحث في جامعة القاهرة دكتور في جامعة القاهرة فإذن هو عمل خداع كتير قوي للنشر وتوقيت النشر لك سرعة مصدقية وأهمية وقتورة وجلال علمي وحيات بقى وموضوعية وبحث لم ينشر مقبول للنشر وما قالش إن هو إنما قال إن ده بحث ومحكم في أعلى المجلات الدولية أولا ما ستقدر على طريق وزارة البحث العلمي أو وزارة التعليم العالي تخاطب هذه المجلة وتقول دي دراسة مرجعية ممولة وهي لا تستحق التمويل لأنه لا سافر ولا خد عينات ولا محكاة ولا أي حاجة ثانيا دي دراسة تنفع تنشر في مكان التمويل اللي هو مركز دراسات الجزيرة في قطر لأن سالسا إنها كانت بين دولتين على قطيعة كاملة وصلت إلى مستوى سحب الصفراء ووقف جميع التجارة إذن هي دراسة موجهة أو فيها عداء أو فيها تقليب ممتاز يبقى أنا هنا غطيت حق الشياسي والسياسة بدأ واضحة جدا خلينا نروح إلى المحتوى لكن المحتوى والرد على هذه الدراسة اللي أقدمها دكتور عصام حجي باعتبارها يعني دراسة علمية لا غبار عليها ولا شق لا غبار ومحكمة ويعني وحصة الهالة الذي يريدها هو ومن معه أو من وراءه يعني في إظهارها اتناقش فيها دكتور نادر نور الدين وفنتها طيب تعالي فنت في المضمون نفسه بقى بعض الفاصل التالي في حديث القاهرة ما هي الأسس التي وضعتها الأمم المتحدة لتحديد حصص المياه وهل ستتأثر حصة مصر؟ إبراهيم عيسى يستكمل الحوار مع خبير الموارد المائية دكتور نادر نور الدين إذن عدنا لأستاذنا الدكتور نادر نور الدين خبرنا الكبير وأستاذ الأراضي والميان بجامعة القاهرة واللي بيقدم لنا قراءة في الدراسة التي قدمت من دكتور عصام حجي وحضرنا إجتنا من حيث الشكل ومن حيث المضمون السياسي والمغزى السياسي اللي ظاهر في الدراسة من اللحظة الأولى من حيث التمويل والتوجيه وما إلى ذلك من عوامل واضح جدا أنه الغرض فيها سياسي طيب نروح بقى إلى المضمون ما قدمه وخصوصا أنه بيتكئ على أنه ده كلام علمي وحقائق علمية وأنه يعني يقدم أمرا علميا لا سياسيا شوف ثلاث أخطاء طبعا هو الهدف السياسي الأسيس تقليب الشعب على القيادة السياسية وأن لأدى الأضرار أكتر كتير ما هي متصورة لكم والقيادة أخدعكم وأنه البلد ستحفظها يعني إذن تقليب في اتجاه معين ماشيين فيه اللي هي الحرب ضد القيادة السياسية وحضرك أشارت في ردود أفعال على الصفحة كلها ردود أفعال خوانية مهللة ومقبلة ولا عدة لمصر كلها كلها التعليقات كلها من الخوانجية وهو ظهوره في 3-4 سنين كانت قصيرة على القنوات المعادية لمصر على وجه التحديد فلو جينا بقى من ناحية المضمونة هو أخطأ عدة أخطاء أولا اعتبر أن النيل الأزرق هو نهر النيل كله وده خطأ كبير الخطأ الثاني أنه تحدث عن الأضرار اللي على مصر بس وليست على مصر والسودان إذن أنت انتقائي في بحثك وليس عادل أنت المفروض أن يضميرك الأكاديمي والعلمي أنه ينغز عليك أنك تقولي الأضرار على الاتنين مش معنى الأضرار على مصر الدراسة قصرة على مصر لأننا كنا في عداء مع مصر وليس في عداء مع السودان أو الممول لا وهو ممكن يبررها علمية دراسة حالة على مصر هعمل دراسة تارية عن السودان حاضر هنزيل أسبوع الجاي لا أصل هو العنوان عن تدعيات تسد على دول المصاب فإذا أنت دولت دولتين المصاب انتقيت منها مصر بس لي لا أنت فرود تاخد السودان الأول ثم تأخذ مصر أنا كل دراسات اللي عملتها خدت الاتنين مع بعض ما خدتش واحد الحاجة التالتة أنه البداية بتاعته في المقدمة مش جيدة أن العهود الاستعمارية قد خصصت كل مياه نهر النيل لمصر والسودان دون عن باقي دول منابع النيل وإسيوبيا بما أشعرهم بالغبن والكيد دوا بيقر بدايعا وهذا غير صحيح وكأنه يقر حقيقة لأنه إسيوبيا لم تكن تحت الاحتلال أبدا كلها ثلاث سنين في الحرب العالمية الأولى من قبل الحرب العالمية الأولى كمان من 1903 إلى 1906 بس ولما وقعنا معها معاهدة 1902 كانت إسيوبيا الحرة وكانت مصر هي المحتلة إذن فين العهود الاستعمارية اللي بتتكلم عليها اللي قدت لمصر والسودان ثانيا طيب ننسى الاتفاقيات وننسى العهود الاستعمارية دي أنا دلوقتي موجود في آخر الخط إسيوبيا عالية بهذا الشكل ومصر عند هذا المنسوب إذن المياه لازم تجري كده من العهلية للمنقفض إذن أنا ما بسحبش المياه من إسيوبيا أنا بستقبلها أنا بستقبلها هي بتيجي معنا انحضار الطبيعي اللي ربنا خلقه الطبيعة خلقته بحيث أنه بييجي بعد ما إسيوبيا تاخد كل احتياجاتها من مياه نهر النيل الفايد بيجيلي يعني أنا لم تثبت إسيوبيا أبدا أن مصر طلبت منها عدم استغلال مياه نهر النيل الأنهار الثلاثة اللي بتنبع من أراضيها لا في الزراعة ولا في الصناعة ولا في المنزلي ولا في التحلية ولا في أي شيء ولا مصر مركبة شفطات تسحب المياه من إسيوبيا كمان إذن المياه بتيجي معنا الحضار الطبيعي للنهر يعني حتى لو فرضنا مفيش اتفاقيات أنا في آخر المصار أنت على ارتفاع منسوب 1820 والخرطوم على منسوب 500 وأسوان 200 إذن لازم المياه تمشي من 1800 إلى 500 وبعدين تروح بعد كده إلى منسوب 200 عند أسوان ثم مصر بعد كده نفس الكلام عند منابع النيل الأبيض تيجي من منسوب 1200 عالي كده لازم تيجي على السودان عند منسوب 500 وبعدين على مصر عند منسوب 200 إذن فين هو السحب بتاع المياه فين هي إن العود استعمارية إنسى العود إنسى أي حاجة هل إحنا بنشفط المياه من ده أو من ده ولا ده بيجي معنا الحضار الطبيعي هل اشترطنا عليهم عدم استخدام المياه في أي بنا عليهم على الاستفادة من المياه أبداً أبداً إحنا كل الحكاية نقولنا إيه أن السدود تكون بشروط ومع ذلك بنوافق يعني مثلاً مصر بنت سد قوين في أغاندا وكلفته سنة 1948 يعني هي المصر تحملت كل تكاليفه مليون جنيه استرليلي دي متالكة ميزانية إسيوبيا سنة 1948 مليون استرليلي دي مصر اللي دفعتهم كاملة بالعكس كمان وعلت السد من عشر سنين بس إسيوبيا بنت سد تكييزي بسعة عشرة مليار مصر لم تعترض عليه إنما إحنا بنعترض على السدود العملاقة بتعمل سد عملاق ليه يعني طالما السد مثلاً يكفيك توليد الكهرباء 14.5 مليار طب إنت عايز تخزن 75 ليه ما كفاية 14.5 طب كفاية 20 30 إنما ليه 75 عشان كده هو ده اعترضنا فكونوا إنه هو يحدد أن الحقبة الاستعمارية ظلمت إسيوبيا وظلمت دول إذن هو كأنه بيحض على الكراهية وإن إحنا دولتين مفتريتين وكمان قال على اتفاقية 59 التقسيم الكامل لمياه نهر النيل واحتكارها بين مصر والسودان أبداً اتفاقية 59 كانت اتفاقية خاصة ببناء السد العالي وليس لتقسيم المياه بمعنى إن المياه بتجينا في الصيف بس من إسيوبيا يعني التلك شهور بتعصيف شهوره الفيضان وكنا في يوليو وغصص الدنيا تغرأ وانت ليك كتاب عن الفيضان وانت مسيح وهم كان يحدث في هذا إيسان كانت بتغمر كانت المياه بعدما تغمر بتروح فين على البحر المتوسط السد العالي لما تبنى كان فتر مصري فيه جمال عبد الناصر إيه إن فيه 22 مليار متر مكعب بيروحوا للمية الملحة في البحر المتوسط إحنا أولى بيها فبنينا السد العالي عشان ننقذ 22 مليار مش عشان نقسم مية النيل واللي تقشي منها جاي لنا جاي لنا إحنا بدل ما يهضروا بدل ما يروح البحر المتوسط قلنا البشر يا عبد الله شأن الأسيوبيا بيه هو جاي لنا جاي لنا منعوهم عشان كده أسيوبيا لما اشتكتنا للأمم المتحدة وبعتوا لجان تحقيق لجان تحقيق الأمم المتحدة أيامها سنة 1962 قالت إيه ده واحد من أعظم مشروعات السدود في العالم لأنه حمل مياه الغالية ثمينة العزبة من الإهضار في المياه الملحة وأن البشر أولى منها إذن أنا قسمت الـ 22 مليار قلت السودان تاخد 14 ونص شوف إحنا اللي بنينا السد وكلفناه إنما دينا السودان 14 ونص وإحنا خدنا 7 ونص بس نيجي للتفاقية 29 اللي هو بقول عليها اتفاقية استعمارية ولا اتفاقية استعمارية ولا حددت لمصر حصة من الماء إنما هي قالت إيه أن الأراضي الصمراء الطمية التي تكونت في مصر من طمي النيل من حقها أن تروى بمياه النيل إذن أن مصر لها حق في مياه النيل على قد الطمي اللي جي ترصب فيها وعمل الأراضي الزراعية إن الأرض دي تروى بمية النيل فقدرت أيامها المساحة الزراعية في مصر بما يقرب من 7 مليون فدان وإن الفدان بيأخد 7000 فقلنا إيه يبقى مصر لها 48 ونص مليار إنما هذا الرقم لم يسكر في الاتفاقية إنما فقط قال إيه إن الأراضي الأراضي 7 مليون فدان من حقهم يروى بمية النيل وده حق ولا باطل هي دي فكرة اتفاقية 1929 إيه الغلط فيها بقى فين بقى الاتفاقية الاستعمارية فين إنهم ينحازوا إلى مصر وليل ينحازوا من إمتى هو الاستعمار اللي كان مستعمر مصر هو نفسه اللي كان مستعمر أغاندا وكينيا وتنزانيا اللي عملوا عامل اتفاقية يبقى ليه حيميز بين مستعماراته ما فيه سبب يميز بين مستعماراته لو ميزوا في إيه كمان هو ميزوا في إيه ده هو كل اللي قال حقيقة إذن هو أقر استعمار فين بل استعمار ثم سنة 59 برضو أولا السودان كانت لسه حصلة على استقلالها ومصر كانت حصلة على استقلالها من شوية وده اتفاقية خاصة بالسد العالي وليس بتقسيم كامل مياه النيل كما ادعى على الصرح يبقى ده إذن هنا دول أول تثنيدين إن لا اتفاقية 29 حددت حصة ولا هي اتفاقية استعمارية إنما قالت من حق الأراضي الطامية الريب مياه النيل ولا اتفاقية 59 كانت لتقسيم كل مية النيل وإنما تقسيم ما أنقذه السد العالي من الإهضار في البحر المتوسط إذن ما فيش حق باستعمارية نيجي بقى الجزء الدخلي لما يجي مثلا يقول إنه 70% من الأراضي الزراعية المصرية 70-72 ستبور ليه عمد؟ ده فرع من أربع فرقوع الفرع ده بيجيب 60% من المية هم عايزين كتب الضبط الإخواني إنك تقولون ليه عم 72 ما هتبور فقولك إيه ده؟ يعني مش هتبور يعني يعني صد النهضة كويس يوم مسكك تلابوس إذا كنت بالنهضة يعني وضعك في اختيار خبيس إنك تظهر كي إنك بتدافع عن صد النهضة لما تيجي تدافع عن الأرقام الغلطة اللي كتبها هذا البحث الموجه المدفوع الأجر ترامى ممول وهو بحث مكتبي وليس فيه انتقالات ولا عينات ولا محكاة إذن هو بحث مدفوع أو دراسة أنا لا أسميه بحثه ومن حقنا أن نطعم فيه ونمنع نشره نترد على النقطة بتاعت 72% ليه بقى يا سيدي؟ ده هو النين الأزرق هنتفقنا بيجيب 60% لمصر والسودان مش لمصر الوحدة إذن لما تيجي تقسم 60% دول التلت والتلتين يبقى مصر بتاخد 40% والسودان هتاخد 20% من إجمال مية النين الأزرق بس رغم أن ده برضو اختلافنا مع دول مع إسيوبيا كل ما تيجي نقول ما فيش تأسيم لمية النين تأسيم إيه ده فرع ده مش مية النين الموحد عشان نتكلم على تأسيمها إلى 84 مليار ده هنتكلم على فرع صغير بيجيب 49 مليار يبقى أنا هنا بطالب أنك تحافظ على تدفقات النين الأزرق بس مش بتكلم على حصص أنت عايز تتوهني وتاخدني في موضوع الحصص ليه وبعدين ده أصلا دول منبعين مستقلين يا سيدي إبراييم يعني المنبع الإسيوبي المية بتاعته ما تروحش إلا تيجي من إسيوبيا على السودان على مصر ما ينفعش تروح لدول منابع النين الأبيض وراها ليه لأنها عكس الانحضار المية هتنزل كده ما ينفعش تطلع تاني في العال منبع النين الأبيض ما ينفعش يدي إلى الجنوب السودان والسودان ومصر ما ينفعش يدي الإسيوبيا مية يعني لو إسيوبيا جالها جفاف ما ينفعش النين الأبيض ينهضها ويديها مية لو دول منابع النين الأبيض الستة جالهم جفاف ما ينفعش المنبع الإسيوبي يديهم مية إذا ما تيجي تكلمني على تقسيم المياه أنت بتغالط إنما ليه لأن المنبع الإسيوبي خاص بإسيوبيا والسودان ومصر فقط نتكلم فيه المنبع النيل الأبيض خاص بمنابع ده اللي بيجيب لنا 60% من المياه النيل الأزرق بيجيب 60% عدبرة والصباط من إسيوبيا بيجيبه 22% النيل الأبيض بيجيب 15% يعني حوالي 13 مليار فإذا هم عايز يدخل دول منابع النيل الأبيض أو يغالط أو نخش في 10 سنين مفاوضات لا تنتهي طب إفرد إن انت الست دول بتوع منابع النيل الأبيض حكمت لهم بإن كل دولة تاخد 3 مليار بس 3 في 6 بـ 18 طب هو كل اللي بيطلع من عندهم 13 هتقدر انت تديهم بقى الخمسة مليار الفرق دول من عندك؟ لا لأن عكس الانحضار المياه متطلعش في العالي لازم إذن إذن إنت بتاخدنا في موضوع تقسيم المياه عكس الانحضار وتتجاهل أنهم منبعين منفصلين تماما إذن لما يجي بقى لما يجي قول 72% من الأراضي الزراعية حطبور ليه عمنا؟ أنا عندي 9 مليون فدان أنا حينقص مني إيه؟ أنت بتتكلم على أنك حتنقص 30 مليار متر مكعب من المياه ليه؟ ده هي كل النين الأزرق 49 إزاي أنقص 30 وليه أنا بس الحنقص؟ ليه مش من حسة السودان كمان؟ السودان حتنقص زي ما أنا حنقص يعني هنقص من النقص ده تبقى لاتفاقية 59 أنه إذا طلبت أحد دول منابع النيل أي حسة من المياه تخصم مناصفها بين مصر والسودان إذن هم أقصى حلم الإسيوبيا إيه؟ يعني إسيوبيا قالت أنه أنا هخزن على سبع سنوات ده برضو من ضمن عيوب البحث إنه هو خد سيناريوهات معمولة من سنة 2015 لسنة 2019 وقت أن كان الجميع لا يعلم عدد سنوات الميل وقت أن كانت إسيوبيا بتقول أن حملة في ثلاث سنين وبعدين مصر تقول لا ده سبعة والكونجرس الأمريكي يقدم دراسة أنه عشر سنين على الأقل إذن هو عمل سيناريو إنها لو خزنت على ثلاثة أو لو خزنت على خمسة أو على سبعة طب يا سيدي ده الوضع من السنة اللي فاتت وانتنشر البحث يوم 11 يونيو الحالي يعني الأسبوع الماضي بتاخد السيناريوهات الأديمة دي ليه ليه بتاخدها لو مالت على ثلاث سنين يبقى خمسة وعشرين مليار كل سنة وبعدين الخمسة وسبعة وبعدين مثلا مفترض رقم غريب جدا بيقول إيه أن التصرب من قاع بحيرة السد النهضة لأنه فيه فوالق وأنه المادة اللي بتاعته من السقور اللي فيها فوالق هتبلغ خمسة وعشرين في المية وده رقم هائل لا يمكن لا يمكن يكون يعملوا أرضية تسرب ده غرباء ده غرباء تسرب خمسة وعشرين في المية إزاي فإيزاً الخمسة وسبعين مليار اللي هما ساعة تسد النهضة هيبقوا مية وعشر لأن كل اللي تسرب النين الأزرق هيعوض يبقى مية وعشر إزاي يعني طب وهيجيب مية من نين ده هو كله تسعة واربعين مليار فييجي يقول 72 في المية من الأراضي الزراعية حدبور طب إذا كنت أنا حصتي من النين الأزرق أربعين في المية بس يبقى يبقى زي 72 في المية يعني حوالي خمسة وسبعين في المية من أراضي مصر حدبور ليه يعني هما الأربعين بيروي خمسة وسبعين وبعدين يا أخي أنا استهلاكي في قطاع الزراعة في مصر لو أنت قريت البيان بتاع البنك المركزي المصري اللي طالع هذا العام والبنوكة حتى الخاصة للسنوات الماضية بتقول بتقول أنه قطاع الزراعي بسارك 62.5 مليار متر مكعب يبقى إذن حتى لو نقص التلاتين مليار وهذا مستحيل بس عشان ما يحطناش في الدفاع عن الساد وهذا مستحيل ليه لإن إحنا قلنا اتفقنا على الملء على سبع سنوات سبع سنوات في 75 يبقى كل سنة كام قول 11 مليار أقل شوي 11 مليار يعني 33 يا عم عصام بتقول عليهم 33 ليه ده سبع سنوات في 11 ب77 مليار يعني إحنا مزودين شوية كما فإذن إذن لما تيجي تقول بقى أن انت حتفق التلات تربع الأراضي الزراعية المصرية 72% إذن أنت مغرد أنت ليست باحث أكاديمي حقان عشان كده هو ما مستقرش في مكان يعني لو قارنت بينه وبين فاروق الباز فاروق الباز خرج من مصر سنة 62 رأى على ناسا ما خرجش منها لغاية دلوقتي 40 سنة هو راح فرنسا وبعدين من فرنسا راح ناسا وبعدين من الناس راح جنوبك لفرنسا إذن هو مش قادر يثبت نفسه أو بيتنقل من مكان لمكان وده موضوع آخر إنما هنا طب حجم القصرة الحقيقية في حالة سد النهضة والسيناريو الأسوبي وتتوقع فيما يخص الأرض الزراعية في مصر يبقى كامل كمان دي برضو من من الأمور أنه تجاهل وجود السد العالي وبحيرة التخزين مش أنا عندي سد عالي طب السد العالي ده مش فيه ميا الميا دي مش أنا أعملها احتياطي للسنوات العجاف دي إن أنا لما تقل مثلا حتى لو إثيوبيا ما حجزتش مش أنت فاكر الشدة المستنصرية لقبل السد العالي زمان لما الميا ما بقتش تيجي من إثيوبيا والناس بقت تاكل أي حاجة ماشي على أربع رجلين على الأرض إذن أنه افرد إن السنوات العجاف أنا بنيت السد العالي ده ليه عشان أخزن ميا في السنوات السومان وأستخدمها في السنوات العجاف طيب السبع سنوات الإثيوبيا هتخزن كل سنة 11 مليار دي كمتوسط يعني ممكن سنة مثلا تخزن 5 السنة اللي بعدها تخزن 15 إنما المتوسط العام ييجي 11 مليار فيبقى أنت لو حسبت هذه النسبة في إنه 11 مليار دول طب ما أنا عندي مخزون في بحارة السد العالي يعوض يعوض بس أنا عامل بحارة السد العالي دي مش عشان تخدم على السد الإثيوبي ولا تخدم على الشعب الإثيوبي ده لصالح الشعب المصري بس أنا إيه مضطر لإني طرام أنا وفقت على السد إذن أنا مستني إنه ييجي فيضان عالي في سنة من السنين يعوض ما سأوفقه فإلا لا هاخده هيعوضه يعني وربنا يكرم إحنا في السنة الرابعة من السنوات السومان يكملوا لسبعة فما نشعرش على أقل باربع خمس سنين إذن هاخد 11 مليار من بحارة السد العالي السنة دي وهاخد 11 أنا عندي 90 مليار عمق حي على الأقل إذن فين إنت كده متصور السد العالي مش موجود والمية بتيجي من إثيوبيا على الأرض الزراعية على طول طيب والسد العالي والتخزين بتاعه طيب النقطة التانية اللي طرحها مثلا ييجي أقولك أن الناتج القومي المحلي سوف يقل على الأقل بواحد وخمسين مليار دولار وهذا يمثل تمانية في المية من الناتج القومي المصري جي دي بي لا يا سيد مين قال الكلام ده إن 8% وواحد وخمسين مليار دولار ده 51 مليار دولار لما تضربها في سعر الدولار خمستاشر وسبعين يطلع لك لا واثنين وستين سمعين دي ما خليك دقيق بعد بيك يعني لو قلنا في هذا المستوى حيطلع إنه أكتر من 750 مليار نص مزنيت مصر إحنا بزنيتنا تريليون ونص في العام الماضي يعني ماكملناش اتنين تريليون إذن يبقى ده مش 8% عمنا ده 50% لما تقول 51 مليار دولار 51 مليار جنيه مصري لا ده حاطة علامة الدولار وتأكدت منها مئة مرة والرقم ده جابوا منين عصام حجي ثانيا إنت بتقول حينقص الناتج الجي دي بي بتاع مصر الناتج القومي المصري أو الناتج المحلي بنسبة 8% ده الزراعة كلها في مصر بتشارك بـ 11% في الناتج القومي المحلي والزراعة بحوالي 19 وكذا من عاشرة إذن إنه الزراعة كلها بتشارك بـ 11 حيبقوا 3 عشان هاتين قصت مانية يعني قد كده خلاص يعني إنه الغرض ما خلاكش تشوف الحقيقة ولا تراجع بيانات البنك المركزي ولا تراجع إن في عندنا سد عالي ولا في إن مخزون من الميا ولا في حاجة اسمها عهود استعمارية وإن أنا في آخر مصار نهر النيل الميا بتجيلي بدون إراضتي واضح إنه العاطفة كانت أقوى من العلم تماما في الدراسة لا الدافع يعني أنا أعتقد الدافع عاطفة الكراهية مش عاطفة لا أن أمر التكليف الذي وصل له بعمل دراسة عن موضوع تدعيات السد مع المبالغة وإنه تم تخصيص مبلغ كبير له قد يكون هذا يعني إنه هذا الذي خلاه يبالغ كل هذه المبالغة 51 مليار دولار يعني 750 مليار جنيه مصري كل سنة ليه يا سيدي ثانيا البدائل اللي إحنا شغالين فيها طبطين الترع وتحليط كل ده كله متجاهله ليه وبتتكلم خلاني نتكلم على النقاط دي بع عنوان يبدو أنه عنوان يعني واضح الآن وهو حالة الله سلم والأخرب نعم فيما يخص التعامل مع سد النهضة لكن قبل مخرج فاصل عايز نعرض هذا التقرير نقدم فيه مشهد أسيوبيا السياسي الآن نشوف التقرير وبعده نرجع من فاصل لناقش مع دكتور نادر نور الدين خبرنا الكبير حالة الأسلم والنحر إذن عدنا حديث القاهرة لذلنا في حدثنا مع أستاذنا الكبير دكتور نادر نور الدين وإحنا بنتكلم عن حالة لا سلم والله حرب الخاصة بصد النهضة حالة القلق الترقب ما الذي يمكن ما الذي يحدث هل الأمر سيظل معلقة إلى هذا الحد حتى تأتي الطامة ويبدأ الأسيوبيون في إجراءاتهم في ملء السد في يوليو طيب هنعمل إيه الموقف إذن حالة لا سلم والحرب كيف يرى دكتور نادر كيف نخرج منها على الأقل شوف أنا أسأني الأسبوع الماضي البيانة اللي صدر من أمريكا وروسيا وبعض الدول اللي كان في كلمعه في أوروبا بالاسترخاء العسكري في القرن الأفريقي والتوصية بأن تستمر المباحثات بين مصر والسودان والسيوبيا وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي لا أنت أمريكا ملكيش الحق أن أنت وروسيا أنك تطلعوا هذا البيان وتفرضوا علينا أي مظلة لأن أنا عايز مظلة دولية ما تجيش تقول الاتحاد الأفريقي اللي تولى في فبراير من العام الماضي يعني أمضى سنة وأربعة أشهر دون أي تقدم دون أن يقدم حلا وسطا دون أن يقدم خارط الطريق دون أن يقارب ما بين وجهات النظر إذن أن الاتحاد الأفريقي كمان تدخل بناء على زيارة من أبي أحمد لجنوب أفريقيا لسحب الملف اللي مصر كانت بعثته لمجلس الأمن واستغل لأن وجود جنوب أفريقيا رئيسة للاتحاد الأفريقي وقتها وعضوة في المجلس الأمن بأنها طلبت من أجل المجلس الأمن إسناد الملف إليها ومحاولت القيام بدور وسيط لكن فجأة أن سيبيا تشتريت أنك تراعي المباحثات دون أن تتدخل فيها إذن فين الراعي أنت مش راعي بقى ده أنت مستضفنا بس بتقدمنا الشاي والقهوة لا إذن هنا إنك أمريكا دي فكرتني لو أنت فاكر الاسترخاء العسكري في الشرق الأوسط قبل حرب 73 لما برضو حصل اجتماع ما بين روسيا وأمريكا وطلعوا بيان بلس كانت أيامها الرئيس عنه ورسالات منتظر أن أمريكا وروسيا حتقول أنه محاولة تقريب وجهات النظر وحلول سلمية ولكن تبين ده أن مؤتمر جنيف بقى وكل الدوامة اللي كانت موجودة بالضبط أيامها بقى لما جيل استرخاء العسكري عرف الرئيس أنور السادات أن العالم لا يتحرك إلا إذا حركناه بحدث جلل إنه لازم نقوم بحرب أكتوبر ولو حرب جزئية تحريك بقى حالة اللاسلم هنا قسرنا حالة اللاسلم بساعتها بقى هرولت أمريكا وهرولت روسيا ووصلنا إلى التفاق السلام إلى أن احنا عملنا هنا نفس الحالة لما تيجي تقول لي أن المباحثات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي غير الفعال ليه مش تحت مظلة الاتحاد الأوروبي ليه أنت يا أمريكا مش عايز تتدخل ما أنت عندما تدخلت مع البنك الدولي في العام الماضي في خلال ثلاث شهور عملت مسودة اتفاق في نهاية رفضتها ووقعنا عليها بس كانت موافقة عليها ووقعتش عليها إحنا ووقعنا إنما وصلنا إلى مسودة اتفاق قالت عنها أسيوبيا نفسها أننا توصلنا حتى 95% من نقاط الخلاف إذن أنها سمعت جيدا 5% دي مقدورة عليه طيب بعد كده قالوا طبعا أصنعنا كنت خلقنا على الانتخابات وبي أحمد كان خايف من الانتخابات إن إحنا نوقع على اتفاقية مع مصر ده يؤثر مراهنا عليها أسيوبيا فندا نعم مراهنا عليها أسيوبيا طول الوقت حتى في ردها على بيان وزراء الخارجية العرب حالة التعنت والتعالي والغطرصة والإصرار على الموقف ده يعني منين هذا الموقف وأكتر من كده ده هجم أمريكا نفسها لما عملت اتفاقية مع البنك الدولي اتهمتها بمجاملة مصر رغم أنه أيام الرئيس ترامب وعد أنه لو اتفاقته ووقعته على اتفاقية سأذهب في افتتاح السد الإسيوبي إذن ما كانش فيه مجاملات لكن القوة دي جايبها منين هل من التواجد الصيني القوي داخل الإسيوبيا كلام العلمين بوطن ويعلمون أن الصين واقع في غرام إسيوبيا تماما وأن هي مسيطرة على كل الأمور وهي اللي بتبني السدود وهي اللي بتمولها وهي اللي بتعمل كل حاجة سد التكيز اللي هي اللي بنيته السد ده مولها بخمسة مليار من البنك الوطن الصيني كانت الخطة الأولانية فإذن الصين واقع في غرام بس إلى أن تجعل إسيوبيا تشوت في أمريكا وتشوت في الاتحاد الأوروبي وتقول لا مش عايزين تدخل للاتحاد الأوروبي طيب إذا كان أنت لو عايز حل يفرق معاك أنه يجي من الاتحاد الأفريقي أو من أمريكا أو من الاتحاد الأوروبي طيب ما هو بدا الموقف اللي خدوه في حكاية أنه ما عملوش تعالية الحجز الأوسط للسد وكأنه إشارة لتراجع ما تراجع ما نتيجة أنه المنورتين العسكريتين اللي عملناهم باسم عبقري الأولى نصور النيل والتانية حماتة النيل الاسمين دول سماعوا في إسيوبيا جامد جدا لدرجة أننا كل المناظرات اللي دخلتها مع إسيوبيين في قنوات دولية أو في قنوات عربية كلها كانوا بينتخدوا هذا الاسم يعني إيه حماتة النيل يعني إنتوا هتعملوا فينا إيه سماعت جامد جدا بحيث خلت إسيوبيا تقعصت عن بناء الحجز الأوسط عشان تبقى عارف الحجز الأوسط ده السد بيبقى بسا بهذا الشكل كده من هنا ومن هنا عندي الرسوم اللي معنا؟ آه يعني وبعدين الحجز هنا نازل بقى لتحت كده نازل عشان المية تعدل لمصر والسودان فإذا هم بيبنوا الجانبين بتوع السد ويسيبوا المنطقة الوسطى يعبر منها مياه النيل الأزرق فكل سنة لما ييجي معاد الملء لازم قبل معاد الملء بمدة بسيطة عشان ما قطعش عنينا المية يبدأ يعلي بقى الحائط ده فبعدل ما المية كان بتعدي كده هتضطر تعدي من كده من فوق الحائط لما يعلم فهو كان مفترض أن هم بدأوا التعليق في أول ماي والتعليق تستغرق سبع أسابيع عشان يعلي تلاتين متر تقاعص وكانت كفاية حتى أن أنا سألت وزير الرأي المصري الحالي دكتور محمد وقلت له سبع أسابيع تكفي قال لي آه تكفي وتصري الخرصانة إلى قوة شد واجهات خمسة وسبعين في المية وهذا مقبول في السدود المائية إذن كانوا يستطيعوا لما بدأوا تعليق الحاجز الأوسط في أول مايو أن ينتهوا في منتصف أو عشرين يونيو الحالي من ارتفاع تلاتين متر وفي الحالة دي كان يقدر يخزن تلاتاشر ونصف مليار تأكد أن المناورات العسكرية بمسمها حمات النيل ونصور النيل وشعروا أن مصر قريبة للغاية منهم هي التي جعلت إسيوبيا تتقاعص في التعالية وجعلت وزير المياه والطاقة الإسيوبيا يقول أن إحنا هنكتفي هذا العام بنحو تلاتاشر إلى إتناشر متر وده حيخ اليوم يخزنوا ستة مليار ليه بقى تهديئة مع مصر والسودان امتصاص الغضب المصري العارم كانوا يوصل لهم أن الشارع المصري كله بضرب سد النهضة أن هناك ضغوط على قيادة الدولة بالقيام بعمل ما وهذا في صالح القيادة لأنه طبعا هيصبح ورقة في إيديها وصالح القيادة نفسها أنه هيصبح القائد ليضمن رئاسة مصر على مدار سنوات طويلة وأنه هيستفيد فإذن الضغط كمان تشارع المصري على القيادة السلسية مش هين لازم يستجيب لي لأنه هو ممثل ومنتخب من هذا الشعب فهنا خلى إسيوبيا تتعمد التقاعص عن ارتفاع الحاجز الأوسط من 30 متر إلى 12 إلى 13 متر إذن هيخزنه 6 مليار مصر وسدان تقول إيه مقبولين 6 مليار يعني محتملين أن أنت تنقص ثلاثة يا سدان وأنا ثلاثة يا مصر ده يعني هنسحب كمية بسيطة من السد العالي ما لإيه تعبير الصدمة المائية لحاك كلمت عنها الصدمة المائية بقى كانت إن أنت لو كان حفظت 13.5 مليار دول مرة واحدة هو هيعمل إيه بقى عشان يعوضنا طالما أنا قلت لك المية بتعدي كده خلاص من الحاجز قبل ما يعلي عمل الحاجز الأوسط فالمية مش هتعلي لغاية أما يخزن 13.5 مليار وبعدين تبدأ تعد من فوق الحيطة اللي هو عمل فهو يعمل إيه فاتح لينا فيه فتحتين في أسفل السد دي اسمه فتحات السنوات العجاف أو المياه الشحيحة هما الاتنين الفتحتين دول بيجيبوا من 50 ل 70 مليون مش مليار 50 ل 70 مليون متر مكعب في اليوم لما تضرب بقى في الشهر في 30 يوم يعني تطلع مليار ونص إلى مليار وثمانية من عاشرة أنا في سنوات في شهور الفيضان يوليا وأغسطس بستقبل 11 مليار متر مكعب في يوليا و11 مليار في أغسطس أنت حتديني من الفتحتين السفليتين بدل 11 مليار ونص دول يمثلوا 15% بس من دولي أنا متعود استقبلهم إذن عملتلي صدمة مائية يبقى أنا بدل ما كان بستقبل 11 مليار و11 مليار لا ده أنا هستقبل 15% ده يعمل لي صدمة مائية خليني أضطر أسحب 13 مليار من مياه السد العالي وأنت ما تعرفش إذا كان المياه السد العالي تسمح بكده ولا لا ثم أن هذا المغزوم بتاعي أنا بتاع المستقبل مش بتاعك أنت مش معمول عشان يخدم عليك فإذن عمل لي صدمة مائية غير متوقعة ليه بقى غير متوقعة لأنه بيخزن بناء على التقدم في بناء السد وليس بناء على اتفاق مع مصر والسدان يعني إذا كان السد السنة اللي فاتت كان ارتفاع الحائط الأوسط يسمح بتخزين خمسة مليار خزن خمسة مليار السنة دي كان متوقع يرفع الحاجز الأوسط عشان يخزن 13 مليار فكان يخزن 13 مليار إذن أنت بتخزن بقرار منفرد تبقى للتقدم في بناء السد وليس تبقى الاتفاق يعني أنت يا سودان إيه احتياجات محطات مياه الشرب عندك إنت لما تديني زي ما قلت لحضرتك 50 إلى 70 مليار متر مكعب في اليوم طب مصر بتصرف من مرة السد العالي 150 مليون كل يوم من 150 إلى 180 هتديني بدالهم 50 إنت مليون طب 50 مليون دول والسودان كمان حط عليهم أنا بسحب 150 كل يوم من بحيرة السد العالي والسودان قول بتسحب 180 أدي أدي 300 مليون هتديني 300 مليون دول هتديني إنت بدالهم 50 إلى 70 يعني أقول متوسط 60 دي صدمة مائية دي اللي اسمها الصدمة المائية اللي هو انخفاض مفاجئ فيما تعود على استلامه لما تقلل الحجز لستة مليون هي اللي امتصت الصدمة المائية اللي عنده مصر والسودان انه طب تعالوا نهدأ يمكن ده يكون يعني فاق الخير انه تعالوا نهدأ ونتفاوض بس مع مع رياسة الاتحاد الأفريخي لا لن تؤتي اي صمار لابد من مظلة دولية لان ده نهر دولي مش نهر أفريخ ده نهر دولي عبر الحدود لا سيناك ما يمنع من دخول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والبنك الدولي اذا كانت اسيوبيا راغبة في الوصول الى حلول وليس فرض سياسة الأمر الواقع ولا السيطرة على مياه النين الازرق شكرا جدا دكتور نيال دمور الدين تسلم يا ربي تسلم اللي نورنا جدا في مشهد سد النهضة ومشهد المياه في مصر وإن كان الملاف الى ايدال مفتوحا والحوار لا ايدال قائما ومستمرا بإذن الله شكرا جدا دكتور نيال شكرا سيد زبراهيم أشكركم وألتقي بكم غدا بإذن الله حديث القاهرة شكرا